إذن نبدأ الأسئلة في هذا الدرس الجديد وهو تنضيمة العرمونية التي تحلون الدم المهم بعد مسألنا الدرس الأول والدرس الثانيين الدرس السهل في مدلات وتتفق الطاقة و أجزنا الدرس للتوارد البشري نحاول أن نصيبه كسائم الخاص بالدرس التي تنضيم العرمونية التي تحلون الدم فيدو الذي تحلل كان فيديو الثانيين للتوارد البشري المهم من أنه كان فيديو مدلات قليلا و لم تنصيب الفيديو فقط حاولوا هذا الفيديو سنضيفه لا تخصوصه ، لا تتكلم في تلك الفيديو لا تكلم في تلك الفيديو لا تخصوصه يعني كثير من 50 واحدين يشوف الفيديو كثير من 100 واحد يشوف الفيديو حاول غير واحد من 50% أو 25% يصعبه جيم مهم حاول صعب انتها انت بدأ براسك انتها صعب جيم باش ينصل الفيديو في المقترحات المهم بدأوا بأول سؤال وماشي مشكلة ما بردوش مباردوش صعب جيم بلاش المهم بدأوا بأول سؤال معلينة بالنسبة لدرسة الخابر سوف نكون بعد هذا الدرس التي تحرم باش نسالي الدرس للأول عباك هما اللي ما كان يشوف اليوتيوب مرة نحاول نصيب بعدها الدرسة المرة ونكمل الدرس للخابرات والتأتي يعني الدرس الأخرى دي المنعها المهم السؤال الأول نحاول ما بين السؤال والسؤال يعني ما بين السؤال والجاوب نحاول نخلكم واحد دلسة التوانية والعربعة تفكروا في السؤال حبسوا الفيديو وفكروا في السؤال عاد آآ يعني عاد آآ شوفوا في الصح المهم أول سؤال لي هو تحلون الدم عامل بيولوجي آآ قال لك هنا متغير عند الشخص المصاب بمرض السكري تختلف قيمته بشكل ملحوظ من شخص لآخر قيمتهم آآ مرتفعة عند المرض السكري تنقص قيمته بصفة منظمة أو لمنتظمة مع التقدم في السن إذا ندوزوا للجاوب المهم آآ هنا كما تلاحظوا أنه تحلون الدم هنا قليل منتغير عند الشخص المصاب بمرض السكري الصحيح لأنه آآ بالنسبة للشخص العادي نحرك يكون عنده بالنسبة للشخص العادي نحرك يكون عنده في نسبة الحلاوة في الدم نحن نقول الحلاوة في الدم هذا الضغس دي لتحلون الدم دي جا صعبنا للتلخص دياله نحاول نحوط لكم التلخص في صندوق الوصف أولى في التعليق وحاولوا أنتم تشوفوه عاد آجون يعني عاد آجون تشوفوه هاد الفيديو ديال لكي يستعم المهم نعجع للتلخص ديالنا باش نفهمه زيان هذا هو التلخص ديالنا هو اللي هو تحلون الدم هنا قريك سحلون الدم هو تركيز القليكوز في الدم عند الشخص العادي تتراح نسبته ما بين نسبة فاصلة ثمانية واحد فاصلة دي جوج يعني كان بعض المراجع اللي كتكون من واحد ثان واحد فاصلة دي جوج مهم يعني كيكون تقريبا هذا هو الأخوة دياله هذا هو النسبة دياله تقريبية من نسبة فاصلة ثمانية ثان واحد فاصلة دي جوج بالنسبة للشخص العادي عنده من نسبة فاصلة ثمانية ثان واحد فاصلة دي جوج بالنسبة للشخص المصاب بالسكار يعني بالسكار مصاب مرض السكاري الله يشافه مهم هو يكون عنده النسبة دياله مرتفعة جوية لانه علاج لانه هالتحلون تمشنا هو هالتنضيم هالتحلون تمشنا هو هنا عدنا الهلاوة في الدم يعني عدنا السكار في الدم هي اما مرتفع اما من خافض انا كنحاول ننظمه باي بطريقة اللولى اما نرفعه بشي حواج او لا نخفضه حنا مشي حواج يعني الى كان مرتفع كان خفضه الى كان من خافض كان نرفعه وكان نرجعه للقيمة دياله اللي كالطريح ما بين صفة ثمانية واحد فاصلة ايش اه المهم هنا قلق من تغير عند الشخص مصاب بمرض السكري صحيح يعني شو واحد مرض بالسكر اذا كيكون عنده مرتفع على الشخص العادي اذا صحيح قلق هنا تختلف قيمته بشكل ملحوظ من شخص لاخر غلط هنا قلق بشكل ملحوظ يعني هل كيقول لك هنا يا واحد عنده صيف فاصلة اثمانية واحد عنده سبعة فاصلة اثمانية فهمت هي حالك كده غلط ان هو قلق تختلف قيمته بشكل ملحوظ ما يمكن شي تختلف قيمته بشكل ملحوظ من شخص لاخر يعني كيكون تقريبا عنده نفس يعني عنده من نفس القيمة هنا قلق قيمته مرتفع عندما اللي كيكون مرض بالسكر الصحيح يعني كتكون عندهم قيمة مرتفعة لانه كيكون عنده السكر في الدم زايد هنا قلق تنقص قيمته اه قيمته بصفة منتظمة مع التقدم في السن يعني اه القيمة دياله كانت تنقص مع التقدم في السن يعني غلط يقدر الواحد يعني يبقى بنفس القيمة ويقدر ترتفع القيمة دياله من كيش تنقص القيمة دياله متقدر تنقص في هذه الحالة ولكن يعني هذا مش سبب ما شا نقول نحن سبب انه التقدم السن يعني كانت قصنا القيمة دياله اه هنا مهم هذا جاوب غلط انا نقلق في سؤال الثاني ترتفع قيمة تحلون الدم بعد صيام طويل بعد مدة قصرة متناول وجبة وجبة الغداء خلال ثمارين عضالي دوزل الجاوب المهم في الجاوب عنا رجع للتقص باشتفعه مزيلا المهم في الدرس هنحاولو هنحاولو ندوزن واحد اه اللي هو بحالة وحد الخلاصة واحد الخططة اه المهم هذه الخططة تمثلها تنظيم ديال تحلون الدم دونك في حالة تصيام شنو كيوقع كيوقع النقص النقص دياله السكر في الدم اما بالنسبة في الحالة ديال تناول واحد الوجبة غانية بالسكرية او لا نقول احنا واحد الوجبة الغداء مهمة هتكون غانية السكرية اللي هو الخوفز او للهيئة حاجة رافية السكر اه المهم كيوقع بارض السكر يعني كيوقع زيادة اه في السكر اما بالنسبة لهذا التهييج الخلايا مهم من بعدها نحضر لهم يعني كيكون تهييج الخلايا ديال اه الفا بالنسبة على الافراز قليكاغون اما بالنسبة للتهييج الخلايا بيطة بالنسبة للاثراز انسلين في الدم وهذا شيء يأثر على الخلايا الهدف اللي هما الكابد او العضلات او نسيج الوداكي لكي صعبنا تنظيم ديال تحلون الدم وعودته الى حالته العصلية. نوع من رجع للدرس لنا. اه نقلك بعد صيام ندول قلنا كنقص مشكلة صافة. بعد منتقصها من تنور وجبة غدائية صحيح خلال تماني عضلين غلط يعني كنقص مشكلة صافة. نقول جواب صحيح اه نعرف انه في تماني العضل يعني كيوقعنا اه نقص ديال السكار او الدعنيات او اي حاجة مهم اي حاجة تكون بسهل كتنقص في في الجسم ديالنا. دوزن السؤال اللي مرى هنا قال لك يحرر الكابد في الدم بواسطة اي شنو اسمت العملية. القليكورجينو جوناز القليكورجينوليز القليكوليز. اه الافراز الخارجي. اذا دوزن الجواب. المهم هنا يقل لك اه كي حرنا يعني الكابد القليكورج في في الدم بواسطة شنو اسمت العملية. المهم يعني اعطيكم واحد بحالة نقول واحد لاصيوس. انه اي حاجة كتنسلا بليز بحالة الليز هذه او الليز هذه. يعني كتن يعني بحالة نقول انه اه يوقع لنا التفكك او لا نقول لنا تحيلال. مهم بحالة شي حاجة كتشتتت. بحالة نقول واحد تشتتها كن نرجعها ثانية بحالك. المهم الجليكوليز او اعرف انه يعني الجليكوز كي يوقع له هاتم وانتم ما سمعوا. يعني كي يوقع الجليكوز. يعني مكتوب هنا الجليكوليز. الجليكو وليز. يعني هنا الجليكوز يوقع لهجه. يعني För هذا أكثر. يعني الجليكوز انه يوجد biblic, يعني الجليكوز. يعني cups انا البعض جيدنا اما بالناسبة القليكوجين فا يقوم بالعكس ي recursعان القليكوز قوم بعمل كي لكن يعني القليكوز يعني عندنا يكونير قليكوز قليكوز صغر ي penetrate st un o ي発 Nee فعن الأكس يعني الفقس نقول كيكون تجميع блок t and الجليكوجينو يريد التفت complement الجليكوجين الذي يعطينا الكثير من الهم المهم هو المهمه انунк واتحر الليكي في الدم بواسطة يعني حرنا مثل الليكوجي في الدم بواستة تفت complement الجليكوجينو يريد مما للجليكو انه هو الذي يعطنا الكثير من الكثير من الهم أعني أنه قامت بحق القليكوز وليك تفتتك يعطينا حمد بيروفيك في الجبل الشفافة ووزف الحوائج المهم. الفرص الخارجي غلط. المهم دون سؤال الثالث نقل لك يؤدي استئصار الكابد الى. نقص سكا في الدم فقط في السكا في الدم. عدم تغيير قيمته في الدم اه توقف مجموعة من الوظائف الحيوية. ندوزوا الاجابة. نقل لك نقص سكا في الدم. يعني بحالة نقوله الكابد شنو الكابد. يعني الكابد هو اللي يعطينا هو اللي كي يجمعنا آآ للسكا. في الحالات منك يكون يعني الكابد بحالة نقوله بحالة واحد آآ آآ بحالة الخزنة. يعني كي يجمع فيها سكا منك يكون عدنا بزيا مكين Vega. وكان نوصلها بحالة نقص سكا في الدم. لا ما كان لدي الكابدие كان هنا حيضنا على الكابد ما يكون لدينا لدينا ما يكون لدينا الغليكوز لا يكون لدينا واحد نحن احتاج باحل السكا ما ل usandoه استواله لل Reynolds سكر. ما اوقعنا نقص سكر في الدم. فقط في سكر في الدم غلط. عدم تغيير قيمة سكر في الدم غلط. يعني تغيير تغيير القيمة دياله لان هو الكابير اللي كان يجمع لنا السكر ما كانش. اه هنا قالك توقف مجموعة من الوظائف الحيوية صحيح. يعني بزيار الوظائف الحيوية تنقص اه كتتوقف. اه المهم دوزن سؤال لما هنا قالك يؤدي اصبح البانكرياس. اي ما هو اله؟ البانكرياس هو واحد يعني واحد العضو. او واحد مهم واحد الحاجة. اي ما كاني علينا البصير يحتاجه الناس المرضى به خلال الزنام وبعطا. effectivement الآنسلين سأمرض cellular مثلا الآنسلين أنسلين نحاول به الذين المعبادون في الآن الطرق يوضعوا هنا لقناة حتى يجعلوا هنا بشدة gj شيئا هذا يحفيز تلك السمعة يدخس يدخس في منطق هناك yet أن SK يتشرفون آنسلين يكون لديهم يعني يشجب دائنسونين يعني يكون لديهم Ο نسلين يعني ما يكون لديهم الجزء يعني ماذا يكون لديهم السكرة في دم المهم داني ما يشجبه دائنسون الرغم مهمoz هنا قلنا ان هو يعني يكون لدينا فاطف السكره في الدم صحيح لي انه لا ل談ه conshing نقول لي أننا نستهلك الكثير من السكر كلما تستهلك السكر يكون لديك فرط السكر لأنه لا لديك الخلايا التي يفرضون لنا أحد الأشياء لكي تشميعنا السكر في الكبد ونحن لدينا الكبد ولكن لا لدينا أي شيء التي تحفزنا لكي يخوش الأنسولين أو العديد مهم مرض سكري دائم صحيح إذا كان لدينا فرط السكر اللغة السكر رابط السكر في الدم بأخير الدربات هضمية صحيح لكن يكون الدربات هضمية سؤال الخامس سؤال الخامس يتشبق قناة البنكرياسية فرط السكر في الدم يتشبق سكر في الدم في الدربة هضمية ينحل العنابة البنكرياسية بالنسبة لهذا السؤال يعني كسببنا رفض لقناة البانكرياسية الضغط ما يبقاش عدنا المشكل في في الخلايا الفا وبيتا اذا عيول عدنا يعني ما يبقاش عدنا الفضل السكافة التم او النقص السكافة التم يعني عيول عدنا ذلك شيء من الطم اما بالنسبة للطرابة الهاتمية ونحلال لعنابة البانكرياسية فهيكون عدنا يعني هذا الشيء عدنا الطرابة عدنا طرابة الهاتمية ونحلال لعنابة البانكرياسية لذلك الجواب الصحيح هنا هو السود دجون سؤال سادس يتم صحيح مراض السكري اذا بحالك يقول لك كيف نصحيبه لكي نصحي هذا المراض السكري شنو عن صحيبه مثلا شي واحد مراض السكري يمشي عن طريبك يقول له انا مراض او لكي يدوز للطبيب هي؟ عنده ان هو سكر زيد ثم شنو كي شنو كي ساعة لباشي تسحح هال المراض السكري ادراس اسحال بانكرياس يعني مني كن ساة ك الفانكرياس كان حيديده هال البانكرياس المهم هنا قلق زاعي البانكرياس تحت الجلد في في اي مكان من الجسم يعني كان زاعبه حوله you étant تحت الجلد في اي مكان في ايا بلاصة يعني كان زاعبه صحاه يعني يعني البانكرياس باش يصيب نهار الوظيفة ديال تنظيم ديال كما قلنا تنظيم ديال ديال هالشينيس يعني تنظيم ديال السكار التم صحيح زرع البانكرياس في مكانه الاصلي صحيح يعني هيكون احسن الى زرعنا في مكانه الاصلي صحيح معالجة الحيوان بانظيمات مستخلصة من البانكرياس غلط اه انظمة اللي كانت تكون مستخلصة من البانكرياس ما عندها باش تفيدنا اه الا ما كانش عندنا البانكرياس بنفسه هنا قال لك حقن اه الهرمون الانسولين صحيح يعني هذه هي الاكتر استعمالان هي حقن حقن الهرمون ديال الانسولين لا نقل جاو صحيح نتوا وده دوزن سؤال السابع هنا قال لك يعمل الانسولين على دبعا كنشوفو الانسولين شنو كيصيبنا تنشيط القليكورجينو جونيز كيف حلق القليكورجينو جونيز تنشيط القليكورجينو ليز كيف حلق القليكورجينو ليز دوزن صحيح اه هنا قلنا كيعمل الانسولين على هاش اه شنو كيصيبنا كما ضعنا عليها هنا يعني الانسولين كما ضعنا عليها الانسولين شنو كيصيبنا نحاول اه نشوفو الكابيد باش نقولكم شنو كيصيبنا المهم يعني حالة فاتف السكر من كيصيبنا حالة فاتف السكر شنو كيوقع الانسولين كيصيبنا الاستجات قليكورجينو جينو جونيز يعني ماذا غالك هي انه ولنسولين لو كقنا حالة الفاتف السكر تزيع خصوص في ا overwhelm. يعني من ل الذي يوجد لدينا أنسولين ولكن يوجد لدينا أنسولين لرفاط الصقع ويكون لدينا السقع كثيرة في الدم كيفه كان لدينا أنسولين كان لدينا لدينا الجليكوromجين ما هي الجليكوينوجيني告 كما كان قمت بتجميع الجليكوز على شكل الزواجين هم ترون هذا هو الجليكوز يعني هذه الزائف من الزائف أن تتجمع لشكل الزائف الكريكوجين ومعها في الكابيد كذلك هذا هو الكابيد ومعنا في الكابيد مجموعة هذا يبقى هنا دائما إلى دعنا حالة نقص سكر ومعنا العملية الأخرى هي الزائف الكريكو جينوليز الجنى هي الحالة العكس يعني هذا القليكووجين يخرجنا على شكل القليكوز يعني كما قلت لكم القليز يعني القليكووجين يستطيع التفكير يعني كتشتر يخرجنا القليكوز و يخرجنا ما الذي يسبب هذا الشيء هو القليكاغون لأن القليكاغون هو أحد العمون الذي يكون مرفع لتحلوان الدم و تنشيطه لهذه الضائرة القليكووجين والقليز على مستوى الكابد المهم نعود لسؤالنا لكي نفهمها هذا الشيء هنا نفس سؤالنا ما قالوننا قالوا أنه تأتي الأنسلين على يعني الأنسلين أنم يأتي الأنسلين وكيف يأتي الأنسلين وأموّ الجميع نعمل اليقين الأنسلين زوجنا الجليكوز أو كان η جليكوز إذن تشتنا عملية الجليكوز جونيز. هنا قلت كبح غلط. تنشط غلط. كبح صحيح. يعني كصيبنا هذه العملية تنشيط. وفي نص الوقت كيصيب الكبح ديال يعني ما كيبقاش عندنا ما كيبقاش عندنا كرجالنا كليكوز. يعني كيوقع العكس. دوزن السؤال الثامن هنا قلت كيعمل انسلين على. تنشيط خزين الدهون. كبح تحلل الدهون. تنشيط اه هدم البروتينات. تنشيط تركيب الكليكوزين العضالي. اذا ندرد الجواب. هنا قلت تنشيط تخزين الدهون صحيح. يعني كي نشيطنا تخزين تديل الدهون. اه هنا قلت لك هنا كبح تحلل الدهون صحيح. تهي صحيح. يعني الى نشيطنا تخزين ديالدهون. كيكبح للتحلل ديالدهون. يعني الدهون ما كيتحلوش. دون كيتخزينه. تنشيط هدم بروتينات غلط. تنشيط اه تركيب الكليكوزين العضالي صحيح. يعني كي صحيحنا الكليكوزين. عن طريق للكبح تحلل الدهون او لتخزين. وتخزين الدهون. هنا تنشيط تخزين الدهون. وتخزين ايضا السكريات. والدنيات والاحمد الامنية. دوزن السؤال التاسع. هذه النيو كليكوزينيز. اذا ما هو الفرق بين النيو كليكوزينيز والنيو كليكوزينيز هنا عندكم الفرق. من wichtig تسميه? دائما احباء غلطة غلطة. ANp Namco기 غلطة. ولا كattformز هنا أدعم غلطة هنا غلطة 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 صحيح même غلطة غلطة. مهم الثحاب غلطة غلطة. في حالة غلكوز كمنظ هنا غريطة غلطة غلطة حول للتركيب ليستق PATL, عمل التChristine Herbert Lampara hierum ويضعها صغيرة j seafoods في الغليكوجين والقليكوجين كنا كنا نرقب الغليكووجين من الغليكوز كنا نرقب الغليكووجين اما بالنسب الأنى الغليكووجين لكنا نرقب الغليكوز بهذا الشيء غير سكرية نريد الغليكوز ze غنيات دهنيات او للأحمد الأمينية كم نرقب الغليكووجين مثلا الدهون مثلا الأحمد الأمينية نيزاسية أمينية أو الليلبيد مهم هنا يمكنكم فهمت هذا الجواب لأنه سنقل تركيب الكليكوز انطلاقا من الدهون صحيح سنقل تركيب الكليكوز انطلاقا من الدهون صحيح لأنه هنا لدينا نيوب جديد المستمعين الذين يأخذون للمخزون الكليكوز غلط فهذا نوع آخر من السكرية غير الكليكوز غلط تركيب الكليكوز انطلاقا من بعض الأحمد الأمينية صحيح هذا جواب صحيح دون السؤال عشر نقلك الأنسجة القادرة على تخزين الكليكوز وتحريف الدم عند حدود نقص في تحرون الدمية نسيج العضاري نسيج الوادكي نسيج البانكرياسي بالنسبة للجواب لهذا السؤال فهو نسيج الكابيدي لأنه هو القادر على التخزين والتحرير الواحد يعني هو النسيج الواحد اللي قادر على التخزين والتحرير يعني التخزين ديال الكليكوز وتلقى هذا الكليكوز اللي يخزنه في الدم عند حدود نقص في تحرون الدم ورشنها في الدم اللي هي هذه نحاول نرجع لها بشتفهمهم زيان المهم هنا يقلك ها هي تحرير الجليكوز من طرف أول هنا ها هي الكابيدي هو العضو الوحيد القادر على تحرير الجليكوز في حالة نقص في السكر كما قلت لكم اذا هذا الشيء الذي كان في الفيديو نحاول نختمه في هذا الفيديو في السؤال العاشر اه دا جرى قلنا الجاوب الصحيح هو السي وهذا السي المهم ها هي اللي كان في الفيديو نحاوله كما قلت لكم حاول نتوصل على الفيديو الوحيد العديد للعايك هنحاول نخلي لكم حاجة سؤال باش نعرف الناس اللي كيكملوا الفيديو ولا لا السؤال الحداش اللي يفهم الجاوب دياله يكتبوا في التعليق السؤال 12 دهنا رجعوا ليلوم من بعد مهم السؤال الحداش هو عادية السبب نقص في تحرون الدم في في إفراز آه إفراز في إفراز الأنسولين نقص في إفراز الأنسولين هذا السؤال هدائي عنا خلي لكم يعني التوالي انتم معا ونكمله في في الحصن في الفيديو المعجي مهم جاوبة لانتم معا في التعليق باش نعرف الناس اللي كيكملوا الفيديو والناس اللي كيحبسوه في في اللولي الفيديو ومكيكملوش مهم هاتشي اللي كان في الفيديو والسلام عليكم وان شاء الله انتقى في فيديو جيه